أهلا بك أستاذ عالو صباح الخير أهلا بك فاندر طبعا في البداية يزيل نقول لإخواتنا الأقباط كل سنة وانتم طيبين وبألف خير وده المدخل بتاعنا الحقيقة اللي هنبدأ به الكلام احتفالات مبارح طبعا مصر كلها كانت بتفرح الحقيقة وكان فيه كلمة هامة لقداسة البابا تودرس التاني بخلاف بقى طبعا دعوته للسلام والرخاء والمحبة والأخوة والسلام طبعا تصريحاته عن ملف الساد بنهضة الإثيوبي أخذت الحيز الأكبر من الاهتمام إعلاميا إزاي النظرتي لي يا أستاذ علي وإحنا بنتكلم على دور الكنيسة وخاصة كنيسة المصرية والكنيسة الأسيوبي كل سنة وكل المصريين طيبين وبخير اللهم آمين وكل سنة وحكي طيب والسادة المشاهدين دائما ما بتكلم الحياة لما في الأعياد بتبقى كلها أعياد وطنية وأعياد مصرية نعم ولذلك احنا بنعيد على الجميع طبعا الكلمة كلمة مهمة جدا كلمة وطنية النهر من المهم أن احنا نركز على أنه النهر هبة من عند ربنا هي هذا النهر اللي هو النيل الأزرق ليس نهرا داخليا لأسيوبيا هو نهر دولي ونهر عابر للحدود وبالتالي الحديث عن أنه هناك من يمنع أو يقطع أو يحاول أن يدمر حياة الآخرين فده بالتأكيد يعني اسم عظيم لا تقبلوا أي ديانة وبالتالي مهم جدا أن تصل إلى الشعب الأسيوبي مهم أنه الكلام يكون إلى الشعب الأسيوبي اللي هو مرتبط بالكنيسة المصرية ارتباط وصيق أنه هذه القيادة الأسيوبية تتصرف خارج دوائر المنطق خارج دوائر القانون الدولي خارج دوائر الأعراف وخارج دوائر الأخلاق يعني كمان ليست المسألة فقط لغير أنه هو بيخالف قوانين حتى الأخلاق هو بيخالفها هذا النهر نهر دولي ونهر لو ما كانت فيه دول اسمها دول المصب ما كانت فيه حاجة اسمها أسيوبيا هذا منطق يعني لو المياه كلها تركزت في أسيوبيا ما كانت فيه في الأساس لغرقة أسيوبيا طبعا طبعا يعني الحقيقة كلام عن أنه كأنه هذه الدول تعيش على مياه أسيوبية كلام خاطئ تماما وكلام غير منطق وغير صحيح ولا تماشى حتى مع طبيعة الجغرافيا ولذلك من المهم جدا أن نحن نتعامل مع كلمة البابا لأنها كلمة شعبية مهمة للشعب الأسيوبي أنه ما تفعله حكومتها هو عمل أعدائي عمل ضد الدين عمل موجه لتدمير شعوب أخرى وهو عمل لا يمكن القبول به كلمة البابا هي كلمة للسلام وللتعاون وللأخا يمكن أن يكون أن تكون المياه رسالة تعاون تخدم أسيوبية وتخدم الآخرين أما أنه يتضح بعد كل هذه السنوات أن السد لم يكن يهدف إلى الطاقة إلى إنتاج الطاقة وإنما له أهداف وإغراض أخرى واضح جدا وكان فيه علماء هنا أسوة زالي هو أصلا لم يولد كهرباء جراء الملء الأول مظبوط ولا أنا أعتقد إذن دي كلها تصريحات من أجل الشهول الإعلامي وليس إلا لا أنا أعتقد أنه ممكن يولد كهرباء من الملء الأول لم يولد كهرباء أنا أعتقد أنه عنده أنه فيه إشكالية كبيرة وأنه أسيوبية تريد يعني فكرة أننا كنا بعيدة عن الأزهان فكرة التحكم في المياه وبالتالي تحولها إلى عائد لأسيوبية وبيعها دي فكرة واضحة أنها هي الفكرة المهيمين والمصدرة على الأسيوبيين من خلال إقامة مجموعة سدود أخرى تبقى ممتدق قبل السد الحالي يعني السد الأسيوبي الحالي والحقيقة ليس سد نعضة وصد تدمير سد خراب والحقيقة لن يعود بنفع على الأسيوبيين لأنه سد عدواني ولا يمكن أنه فيه دولتي المصر والسودان تقبل به السيوبي بترفض كل الاتفاقيات الموقعة والمبرمى معها نعم تسير يعني الحقيقة خارج المنطق وزي ما قالت وزير خارجي السودان وهي سيدة محترمة وقوية وديبلوماسية عظيمة سيدة ماريا ما الصادقة طبعا منذ زمن لم نرى هذا المستوى من الدبلوماسية الرفيعة القادرة على مواجهة تعنيتات الدول الأخرى أنه المنطقة كلها أرض عربية الأرض المقام على السد طبعا الأرض المقام على السد تصريحات الإخوة السودانيين جدا يوسو زاري تصريحات عظيمة ومنطقية تتنصل كأثيوبيا من اتفاقياتك الدولية الملزمة فأصلا الأرض اللي أنت باني عليها السد هي أرض عربية ده أرض داخل ضمن الاتفاق ما هي أرض ضمن الاتفاق أن أنت ما تبنيش يعني هذا تطور لافت في الدبلوماسية السودانية مزبوط شكرا